بالأحداث الافريقية خلال الفترة اللي جاية كلنا عارفين ان بقرا ان شاء الله صباحا في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي هنا في القاهرة هيناقش عدد من الامور المتعلقة بالفترة القادمة بالنسبة للقر الافريقية وفي اليوم التالي يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا هيكون في كونجرس الاتحاد الافريقي كل الاتحادات الوطنية الافريقية حضرة في الجمعية العمومية ولكنها جمعية عمومية غير عادية لتعديل وإجراءات تعديل على عدد من البنود واللواحي الفترة الجاية وإقرار دوري السوبر الإفريقي الفكرة هنا مش كأس السوبر كأس السوبر أنا هتكلم عليه في إطار الحلقة وممكن يكون عندنا جديد النهاردة بخصوص كأس السوبر لكن أنا هتكلم عن مسابقة جديدة دور السوبر الإفريقي بعد الكونجرس يوم الجمعة هيكون فيه مؤتمر صحفي الساعة 2 الضوء لرئيس الاتحاد الإفريقية هيعلم من خلالها أبرز القرارات اللي صدرت من الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية ومن سمى كمان الحديث على دور السوبر الإفريقي في الفترة القادمة لكن في ظل كل هذه الأخبار النهاردة فجئنا بخطاب رسمي مرسل من الاتحاد الإفريقي لللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون بخصوص كأس الأمم الإفريقية والموضوع خد أبعاد كثيرة جدا والناس أصبحت الآن من فكرة إن بطولة الأمم ممكن ما تتلعبش فيه الفترة الجاية واللي تحدد معادها من 9 يناير ل 6 فبراير وفي نفس الوقت الناس تقول لك الله طب إزاي فيه المشاكل دي والكاف أعلن عن القرى الرسمية اللي هتقام بيها أو هتتلعب بيها مباريات البطولة في الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت فيه الإعلان عن جدول المباريات والملاعب وي وي والكلام ده كل هنستعرض مع بعض الخطاب اللي النهاردة يمكن كل وسائل إعلام اهتمت به وهو خطاب مرسل من الأمين العامة الكونغولي فيرونين بومبا إلى اللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون الخطاب بيتكلم في كذا نقطة أهم النقاط اللي فيه بتتكلم على إيه؟ إن الملعب الأساسي الملعب الأوليمبي في العاصمة يا ويندي ده هيصطديف مباراة الافتتاح يوم 9 يناير ما بين الكاميرون وبركينا فاسو حتى هذه اللحظة وإحنا بيتكلم في النهاردة تاريخ 24 نوفمبر لسه الملعب مخلص ولسه فيه حاجات كتير جداً محتاجها الملعب الفترة الجاية والخطاب بيتكلم على إن آخر مرة كان فيه إشغالات أو شغل عملي داخل الملعب كان بتاريخ 22 أكتوبر فبالتالي فيه تخوف من قيادات الكاف أن التأجيلات دي ممكن تعوق إمكانية يعني البطولة تتلعب في معادها يوم 9 يناير قدامك هو الخطاب ده الخطاب المرسل للجنة المنظمة المحلية وللسلطات في الكاميرون من خلال الأمين العام فيرون إيم بومب هو بتكلم على البطولة والعجب والأرضية الملاعب والملعب الرئيس اللي هتقام عليه مباراة الافتتاح وفي هذا الخطاب أهو قدامك حتى جدول الملاعب وملاعب التدريب اللي هتصديه في المباراة والتدريبات الفترة جاية وكمان بيتكلموا على البرتكول الصحي كل الأمور دي هو الكاف بيحاول قدر إن كان يعرف الأمور وصلت لغاية فيه لكن الفكرة هنا أنا مش عايز ألوم إن التأخير هيكون بس من الكاميرون لا ده كمان فيه مسئولية على الاتحاد الافريقي لأن المفروض خلال جولات التفتيش الفترة اللي فات كان لازم يكون فيه قيادات ومسئولين من القرى الافريقية موجودين في الكاميرون إن هم قادرة بخبايا الكاميرون والتجهيزات في الكاميرون والاستعداد في الكاميرون وكل الأمور دي لكن طبعا ما كانش فيه جولات تفتيش بشكل مكسف معظم الناس اللي سفرت عشان تحضر هذه الجولات كان معظمهم من أوروبا من أسبانيا ومن إيطاليا عاملين ناس شغالين في الفيفا وموجودين في الكافة الفترة الأخيرة فكانوا هم اللي بيروحوا بيتابعوا هذه الأعمال فما كانوش عندهم يعني خبرة بمسألة استضافة البطولات الافريقية فعشان كده حصل تعطيل أو حصل تأخير ما بين اللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون مع الاتحاد الافريقي لكن عموما النهاردة 24 نوفمبر الوقت دائع جدا المهلة من خلال هذا الخطاب مرسلة يوم 30 نوفمبر بعد 30 نوفمبر هنشوف القرار هيكون إيه وفي نفس الوقت هذا الخطاب وهذه الأخبار أكيد هيكون لها ردود دافع لبقرة في المكتب التنفيذي وفي الجماعية العمومية لكن كل ده بالتأكيد هنعرفه بعد الاجتماع الطارق يوم الجمعة عشان نعرف الفترة الجاية القرى الافريقية رايح على فين سواء في دور السوبر الافريقي سواء في كأس الأم الافريقية وأيضا كأس السوبر ما بين الأهل والرجاء وللنهاردة بالتأكيد قد نحاول نعرفكم إيه الجديد بخصوص كأس السوبر الافريقي طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الأخبار ونفيد دخول في معسكر مغلق استعادة لمباراة الغد